اكدت سعدة السيدة فاطمة بن جعفر السيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين لسياحة والمعارض أن القطاع السياحي في مملكة البحرين شهد العديد من المحطات المفصلية التي دعمت المكانة المرموقة لمملكة البحرين كمركز محوري لجذب السياح من مختلف الدول ووجهة رائدة تقود الجهود الرئيسية لتطوير السياحة العالمية نعم جاء ذلك خلال اجتماع عقدته سعادتها مع سعادة السيد زوراب بولو لاكشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وبحث الاجتماع تعزيز أفاق التعاون والعمل السياحي المشترك بين الجانبين وأهمية تفعيل الجهود الثنائية من أجل العمل عن كثب لتطوير القطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط والعالم وضع خطط سياحية مشتركة لتعزيز فرص ازدهار وتنمية هذا القطاع الحيوي على مستوى مملكة البحرين والمنطقة